خلال زيارتي الرعوية لبلدات السماكية وحمود وأدر في محافظة الكرك ترأس سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أسقفة باترا وفلدالفي وسائر الأردن بمرافقة قدس الأب غريغور ساسين في السماكية صلاة النوم الكبرى يا رب القوات وذلك في كنيسة القديس جوارجيوس بحضور كاهن الرعية الأب أيهم زيدين وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية وفي ختام القدس تحدث المطران جبارة متأملا في صلاة القديس مار أفرام السرياني ثم انتقل سيادته إلى بلدة حمود حيث زار كنيسة البلدة والتقى هناك بالمجلس الرعوي في المنطقة واطلع على آخر مستجدات الأنشطة الكنسية كما احتفل سيادته في بلدة أدر بصلاة المداعح في كنيسة الروم الملكين الكاثوليك بحضور كاهن الرعية الأب بول سبقعين والمجلس الرعوي لكنيسة البلدة